مرحبا أعزائي ومتابعي قناة برلين بيعون عربية نزل عندنا تحديد جديد تطبيق تليغرام التحديث برقم 943 قبل ما يبدأ شرح الطريقة الصحية للتحديث أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو ولكن سيدعم قناتي برلين بيعون عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل جديد من عندي وجديد على قناتي قناتي اسمها برلين بيعون عربية مختصة في التطبيقات ومشاكل تطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وإجاد حلول لهذه المجال فيديو الآن في مشكلة في تطبيق تليغرام من تحت في تطبيق تليغرام وترجعت نزلة رح تجيك رسالة كأنه أرسلولك إلى بريدي الإلكتروني المربوط به وانت مرابط به فأني شهر نصب حذت إلى أن وجدت السبب ووجدت الحل طبعا في العراق والسعودية في العراق عفوا ومصر بس الحل عذرا ما راح أقدر أن نشره لأن الحل الآن شهر نصب عبد فكل واحد يدخل لي على انستجرام أنطي الحل لكن مقابلها أنه لازم يشترك بقناتي ويفعل الجرس ويشاهد فيديواتي غير هذا ما أنطي الحل النقطة الثانية اللي حابب أقولها كل واحد يستعمل تطبيق تليغرام ممنوع أنه أي واحد يرسله حتى لو أخوه بنعمه أنه أنطيني لقطة شاشة ممنوع يأخذ لقطة شاشة ويرجع يرسله لقطة شاشة راح يكون بيها الكود راح يقدر يدخل على حسابك شي الثالث اللي أريد أقوله دائما تدخلون على الإعدادات للأجهزة تتأكدون ما فيه جهاز ثاني داخل وياكم وإذا موجود جهاز أعملوا لتسجيل خروج وأعملوا رمز التحقيق بخطوتين ودائما نحفظوا رمز التحقيق هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه الآن راح أعلمكم الطريقة الصيحة للتحديث في البداية قبل ما تحدث لازم دائما أشرحها أول شي تروح على الأبل ستور تتأكد التحديث إيجاك ندخل بالعلى وننزل الشاشة إلى الأسفل التحديث وصلنا أمازون مثل ما تشاهدون ووصلنا هنا التليجرام التحديث هذه الميزات مالتها والتحديث برقم تسعة أربعة ثلاثة تحديث فرعي مو تحديث رئيسي يعني مو تسعة خمسة تسعة ستة تسعة أربعة واحد تسعة أربعة ثين كلها تصحيح أخطاء قبل ما نحدث لازم نروح على الإعدادات ننزل على عام ننزل على تحديث البرنامج المعلومات لنطيها والله بالمكاتب ما ينطوه بعدها راح تروح على تتأكد محدث طبعا بعدها راح تروح على مساحت التخزين هذه المساحة قد لازم تخلوها كبيرة مساحة الايفون عندي مائة وثمانية وعشرين المساحة المستخدمة تسعة وثمانين المساحة الفاضية تلاثين طبعا تقريبا لكن الأفضل أن تكون أربعين بالنسبة للهواتف المائة وثمانية وعشرين أما بالنسبة للهواتف 64 في 7 إلى 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة لازم يكون هذه الغير مستخدمة بعدها رح ننزل على مساحة التليجرام التليجرام 799 ميجا لو كانت 1 جيجا تحذف التطبيق وترجعها الآن رح أروح أحدث وأنتيكم الميزات اللي نزلت قسم منها الآن كمال التحديث ندخل على تطبيق تليجرام أول ميزة اللي جدتي إنه هنا اللي ما جدتهم تعيين صورة جديدة لبروفايل رح تدخل هنا رح تقدر تعيين صورة لبروفايل أو من الصور أو تعيين رمزي أو البحث في ويب طبعا تعيين رمز تعبيري هذي الشي اللي إجا جديد وطبعا أيضا ميزة المثل ما تعرفون لو رحتوا على الخصوصية والأمان عفوا البيانات والتخزين رح تروح على استخدام التخزين رح ينطيك هذه الخاصية وبها مسح التخزين المؤقت وهاي كلش حلوة تعرف المقاطع المرئية كم البيانات المنوعة وغيرها مسح المحددة وتبقى أنت براحتك نقطة ثانية حابب أقولها دائما هذه التطبيقات وجدت لخدمتنا حاولوا تستغلوها بالشيء زين لأنه أي استخدام سيء رح ينعكس عليكم وكثير الآن خطيئة بعض المتابعين تتذكر حساباتهم بالعراق ومقابل مبالغ مالية تتساومون على الصور اللي بداخلها فدائما حاولوا هذه التطبيقات أبد لا تنطون أي كود لأي شخص إذا رحتوا على مصلح ترجعون هنا إلى الوراء ترجعون إلى الوراء تنزلون على الأجهزة هنا الأجهزة اللي موجودة إذا طلع غير جهاز تعملون إنهاء الجلسات هذا شيء مهم واللي خاف على حسابه بعد أكثر يعمل رمز المصادقة الثنائية أرجع وأكرر الأمان يدخل على التحقيق بخطوتين ويفعل هذا الخيار حتى محد يقدر يدخل عليه لكن هذا الخيار ربطه بريد إلكتروني حتى أخاف تنسون تجيكم على البريد الإلكتروني معلومات مهمة أتمنى أمانة كل الشخص يدخل على هذا الفيديو يستفاد منه يدعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصلك كل شديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن يحاضر شكرا للجميع مع ألف سلام